اشتركوا في القناة 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 هلأ احنا نعمل الخلطات فينا نستعمل الزعتر زي ما هو أخضر أنا بدي أفرجيهم شو الزعتر بنقد نعمل فيه غير مناقش الزعت والزعتر المعروفة زعتر أخضر مع الجبنة بيضة جبنة بيضة جبنة بيضة جبنة بيضة جبنة بيضة نائعة نائعة ونخفف ملحة نخلطهم مع دي بيضة لا أضع الأزحى لا لا أضع الزيت الزيتون هلأ هذه هي عبارة عن مناقش بتكون مفتوحة مثل المعجنات اللي من قلبها ونحط عليها الإسحاق والسمسم الزيت الزيتون كثير طيب مع الزعتر أي زعتر تحطي يعني مش غلقة زيت الزيتون كثير بيعطيناكها طيبة هاي هاي خلطة فيه كمان تقفرشي كطريقة ولي بيحبوا نكهة الزعتر الأخضر ممكن يستغنوا على الجبنة يعني صح؟ أكيد هلا ماهو فيه طريقة تانية كمان فيه عندنا هون هاي برضو كمان بناخد زعتر أخضر كمان بناخذ علفو الزيت هاي برضو كنبارة المعجمات الذي يجعل طبيعاتهم أو من هالحكي هاد حطي له سماء أكيد هاد بنحط له السماء اللي بسمعني بقول شاطرة بالمعجن برضو شوية ملح أوكي بدنا نصبح على كل اللي عم بتابعنا وبعتلنا كومنتس تعليقات والتعليقاتكم كلها حلوة شكرا لإلكم هاي دليل محبة وتابعتكم لإلنا أكيد دليل محبة ومنفتخر بكل شخص صار صديق لرؤية وبرنامجنا تحديداً دنيا يا دنيا سنا قلت لي أنت جاي من إرباد أنا جاية لا أنا سكان عمام سكان عمام بس الأصل كاركية كاركية ها هلأ في زعتر هلأ في هاي يعني أنا عملتها بس لما عملتها لكل حبها وقد أعمل هذا الاستمرار اللي هي الزيت وزعتر ها بندة ما بسدقي أديها هاي طيبة وطيفيلها بندورة ها تحوطيلها بندورة ما بسدقي لا هاي جديدة بميتها ها كتير طيبة يعني بتعضيها شوية حموضة يمكن أكتر حموضة طراوية ونكهة تامية ما بتفكر إنه هي هلأ قد الطعمية طيبة ها 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 نخلط الزيت والزعتر للمناقش ها 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 لما بتعملي معجنيات ها 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 شكرا أنا بحب بطحين الأمح أشتغل فيه بإيدي يعني الأبيض بده ترتيب الزيادة الأمح بتحسيه على طبيعته هاي الأمح رأت معنا العجينة من الخلطة مثلا هذا البصل والزعتر تطرق إنك السكرية مش زي الجبنة مفتوح طبعا انت فيك تتشكك يعني شكليها بطريقة أو تتفنني بطريقة بتخليهم من تحت وبعدين على الوش بتحطي كمان لفوق عشان يتحمر من فوق أنا في بعض أفران بتكوني بشغلي هو السيفتي أكتر إنه تكون الشويب يعني بعدين التحمير بعد ما يستوي ويتحمر من تحت بترفعي على الرف اللي فوق يتحمر حيالو كتير وأنا أكيد بحضرة لأفرجيكو هلا كيف بحضرة المعجلات اللي محضرينها يا سلام ما نعيش على أصولها على أفر إسلموا إيديك نقدمها بالغربال إحنا كمان طريقة جديدة الغربال تارف شو الغربال أه طبعا كانوا لطفو في الأمح الغربلو في الأمح بالضبط غربلو إسلموا إيديك يا سنع جد إشي مشاهي يعطيك ألف عافية إحنا هلأ رح نتوقف عند فاصل من بعد الفاصل رح نعمل حلبة سنية حلبة على أصولها على أصول طريقة سنع خليكم معنا بعض الفاصل موسيقى